أهلا بك كابتن علي منوارنا ومتشرفنا في موقع في الجول وتوجدنا هنا في فوت جينكس أنا بك حامد وأنا مبسوط لنا معاكم النهاردة في موقع في الجول إن شاء الله تبع حايك ويس في البداية كنا عايزين نعرف إزاي كان بدايتك مع اللعبة وليه اخترت كرة اليد عموما قللي أنا بدأت هنا عندي 6 سنين كان في الناد الأهلي ورحت لعبت تقريبا يعني ثلاث أيام في المدرسة يومين أو ثلاث أيام في المدرسة وبعد كده دخلت فريق عطول كان ساعتها كابتن ساعت أمين هو المسؤول عن اختيار اللعبة من المدرسة للفريق بصراحة يعني هو من أول يوم أعتبر دخلت اللعبة وأنا حاست اللي أنا مبسوط فيها وحاست اللي أنا بعرف علعبها بسرعة ومتأقلم فيها بسرعة ودخلت بعد كده في اللعبة في نادي الأهلي من نشعيين للشباب للكبار بس ما لعبتش كرة قدم أو حبيت اللي أنت تتجرب بكرة قدم؟ إن هو زي أي طفل مثلا في الأول بتدي شوية سباحة وأنا ساعت كنت برعب سباحة وهاندبول وكاراتي وهاندبول بس يعني كملت في الهاندبول هي دي اللي كانت اللعبة اللي كانت أكتر اللي كانت خلاني مبسوط أكتر وأنا برعب فيها وكانت تديني حماس أكتر وكل حاجة إيه كواليس بقى رحيلك في 2013 عن الأهلي؟ أنا كنت في الأهلي كنت ماضية أربع سنين من 2009 كنت ساعتها في الشباب بعد من خلاص الأربع سنين كانت طبعا الناس كانت يعرف في وقت الثورة والكلام ده وكانت دايما الموسم كان واقف وما كانش فيه مش عارفين إلا هي أحصل والكلام ده وان جات لي جالي أكتر من عرض آآ جالي كان نساعتها جالي نجم الساحلي وروحت النجم الساحلي وأنا من ذلك كانت تروعك برا مصر في الفترة دي كانت بالنسبة لأ حاجة إجابية اللي أنت يعني تحترف هو في الأول في الآخر أنت بتفكر في الاحتراف والفترة دي لما كنت بلعب في الأهلي وكنت منكسب كل حاجة وبنكسب أفريكيا وكل حاجة لما جاتت الاحتراف وتغيير أجواء كلها وتشوف اللعبة أكتر وتبقى تمام احترف فادي أكتر للعبة حاجة طموح طبيعي وبتبقى أحسن مع المنتخب والكلام ده جالي نجم الساحلي وكنت مضيت معاهم وهناد لأهلي كان من الناس اللي كتوقف معايا اللي هو كويس لما هحترف وأكيد هتفيد المنتخب وأكيد هتفيد نفسك وهترجع تاني النادي إن شاء الله كانوا رحبيني فكرة الاحتراف كانوا مساعديني وكان ماشى معايا كويس جدا يعني طيب هل بالفعل حصلت مشكلة بينك وبين النجم الساحلي بسبب الاهلي؟ كان لدينا كتوقف افريقيا بس انا كنت ماضي مع النجم الساحلي قابل لتقوف افريقيا كتوقف افريقيا كتوقف الاخريقيا كانت في في كت�ونس كاتت في الحمامات وسوسها وحصلت مشدة ما بين بين الفريتين إحنا والاهل للعلقين وحصلت المشكلة والجماهير والناس كتتكلم وكلامنا كله بس أنا كنت ساعتي كنت ماضى خلاص وطبعا كنت زعلان طبعا عشان احنا ماتش السوبر كان ماتش سومب بين الاهلي والنجم الساحلي وخسرنا وكلمته عن النجم الساحلي وبصراحة الناس يعني كانوا مقدارين جدا الموقف بتاعي وبالعكس هو بعد ما حصلت ان مشكلة النجم الساحلي كان نتكلم الناس في الاهلي وكان فيها تظهر ودائما يعني والعلاقة كويسة جدا ما بين الناديين وبعد كده روحت لان نجم الساحلي الناس يعني كانت عادت سيزون معاهم سيزون كويس جدا كان ناجح جدا وكان دايما يعني شانين فوق دماغهم صراحة وكانوا مقدارين جدا والموضوع عادة الحمد لله طيب كسر عام الانديه انت شاركت مع اربع عنديه مختلفة الاهلي والنجم الساحلي وبرشيونا والوحدة السعودي مع اختلاف الطبوح لكل فريق احكينا بقى كان مع كل فرقة كان الموضوع بيبقى عامل ازاي والفرق بينهم الاربعة هو اولا طبعا هو طموح طبعا بيبقى طبعا بيبقى مختلف ما بين كل فرقة وفرقة وما بين التوقيت بتاعه لعبت اول كسر عام ملعبه كان مع النجم الساحلي كانت 2014 الطموح عارف انت بتلعب مع فرقة يعني كان طريبا اول ماتش اللي بيبناه مع النجم الساحلي كان فرقة من برازيل تاني ماتش كان فرقة من قطر يعني طموحنا كان احنا نوصل لحد المربع الزهبي وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل طمام لان احنا كان في البطولة نفسها كانت فيه برشرونا في البطولة وعارفين ان الموضوع طبعا هو مش مستحيل بس صعب بعد كده لعبت مع النادي الاهلي طموحنا كان عالي جدا ساعتها لان احنا كنا في المنتخب كنا كنا دامن مع فرقة اوروبا كلها كنا ببقى موضوع قريب جدا نعم كان طموحنا ان احنا عادي لاعب مع اي فرقة امكسافها بس كان اول ماتش برشرونا الماتش ده انا فاكرو كواس جدا واحنا كانت لعب مع اسم اهل البطولة دي وبطولة كان قوية جدا الماتش برشرونا كان جامع جدا ماتش تعريبا 50-18 عشرين تمنتاشر. آآ يعني ماتش كان السكور فيه كان قريب جدا. وقريب. وطول الماتش ماشي آآ يعني آآ جول بجول يعني الموضوع كان قريب جدا لحد طبعا فرق الخبرة وكان التوقيت. احنا برضو يعني انت لعيب المجموعة الوقت اللي في المنتخب مص والمجموعة اللي في الاهلي آآ آآ كان النود كان لسه مش اعلى حاجة. طبعا. وخسرنا الماتش. بعد كيرا خسرنا كل الماتشات التانية وخدنا خامس. طبعا هو عندهم الموضوع بيبقى مش اسهل حاجة اللي انت بتلاقي فرقه جامدة مسلا اول ماتش تكسب تخش مربع تخسر تطلع بره. طبعا. فالموضوع يعني مش اسهل حاجة. آآ بعد كده كان مع الواحدة السعودي آآ الواحدة السعودي كان عندنا اول ماتش آآ مع فريق كان طموحهم اللي احنا نكسب اول ماتش مهم جدا لان اول ماتش كان مع فريق من برازيل وكان لازم كان الطموح اللي انت تكسب عشان تخش المربع ومربع ده ينجاز لان ما كانتش فيه فرقه مسلا سعودي داخت مربع الزهبي. آآ وقسمنا فريقة برازيل بعد كده لعبنا برشلونا برشلونا تاني. تاني ديكوش من برشلونا. يعني كل كسار العناصة السوبا جروب كل اللي اللي يلابتهم كتلب رعبني آب دي برشلونا. لعبناهم وخسرنا منهم. لعبنا تالت ورابع مع بردار خسرنا برضو. وكانت انجاز برضو ادخلت مربع ذهبي مع فرقه من السعودية وهم كانت عندهم اللعبة كانت سقف طموح عالي جدا. ولعبه كويس جدا يعني. برشونة بقى. هو برشونة انت يعني اكيد كنا كنا داخلين عشان ناخد بطولة. اه الموضوع اللي انت انت مسلا مع الفرقة التانية كنت بتحضر للبطولة عشان تخشها انت مع برشونة انت بتحضر لمطشات كتير قوي مش بتحضر بس للصوبات جلوبي يعني انت بتحضر اه لا وبتحضر للدوري وبتحضر للشامز ليج وعكا دخلت عالبطولة يعني هي بطولة جوة 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 ترى البطولات موعد نفس الوقت يعني. فكنا ندخلين ان هو يعني بهدف نحن تاخد بطولة يعني. حتى احنا بعد الماتش اه كنا يعني كان فيه استياء اه مش طبيعي اه لا طبيعي طبعا استياء يعني الناس كلها كان زعلانا. كان زعلانا. المدة طويلة كمان. اه. فقونا ان احنا احنا عوضها في التشامز ليجو وده هدفنا حاليا يعني. نعم. هل بالفعل انت بعد احترافك شاركت مع اهل في كاس عامل انت ديها مجانة? اه اه انا بالنسبة لان ما اخدش اه اي اي حاجة مجانة مع النادي. النادي كان هو اللي بتكلم مع النادي اه الجزيرة. وآه ساعت برعب مع النادي الجزيرة الاماراتي. وآه وهم اتفاهموا عبعد وانا روحت عادي جدا. روحت قابل بطولة بشوية. وانا قد يعني قابل بطولة كنت مصاب كمان يعني ما كدش المية في المية. بس قلت لهم لا انا عادي هجي معاكم. وروحت معهم وموضوع كان عادي جدا. بالنسبة لمنتخب. امام افروكيا اخر ستة نسخ المنتخب حصل لقابين بس. ايه السبب? سبب انت كل بطولة اه كان بتبقى ظروفها مختلفة. كان بيبقى زي ما قلت لك في الاول اه موضوع النطج في اللعيبة والخبرة والكلام ده يعني كان في المجموعة زهية طالعة. اه اه لقبنا بطولة في الجزائر اه الفين وتراتاشر ما كانتش سهلة خالص. اه اه حتى الاجواء ما كانتش سهلة. اه اه ومنتخب تومس تقايتها كان اه منتخب قوي جدا. كان قوي جدا. هو الحاجة قوي جدا يعني بس هو يعني كان كان في الطب. احنا كنا لسه الموضوع في شباب وطلعين والخبرة وامتنها هي بتوط افريقيا ممكن الناس تشوفها اللي هي مش اقوى حاجة بس هي بتوط افريقيا محتاجة خبرة عشان خاطر تاعد توصل وتاعد تكسب البطولة. اه. بعد كده تلعنا واحدة واحدة لعبنا بتوطية افريقيا في مصر اه الاجواء كانت متجهزك كنا محضرين البطولة كويس جدا. لقبنا البطولة كويس جدا وكسبناها. وبعد كده في الجابون اه كان اه كان بالنسبة لنا برضو صدمة ان احنا كنا برضو رايحين لاحنا نكسب البطولة. اه 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 خصلنا في الاخر اجواء وفي نفس الوقت اه اه تونس كانت يعني كان عندهم يعني اكتر وكانوا محضرين واحنا محضرين برضو بس يعني الموضوع هي بتوح هفوات واحنا كان عندنا اخطاء كثيرة. اه. طبيعي انت تلعب ماتش فينال ما يبقى عش يبقى عندك اخطاء اه بالشكل ده. ايه. وعندنا اخطاء كتيرة جدا الماتش ده. وبعد كده عوضناها بقى في تونس بقى. تاعم. اه في الفين وتبانتاشر تبكت في جايزة افضل لعب في البطولة. اللي احنا اخسر معه. ايه سبب وخصوات البطولة دي? زي ما كنت بقولك وخصوات البطولة اللي احنا كان ماتش الفينك عندنا اخطاء اه اخطاء يعني اخطاء فنية اللاعب بتاعنا كان عملنا اخطاء نيس باس واضيعنا كتير اوه على الجول. انا شايفه ده من الاسباب الرئيسية. اه ما كانش عندنا تغييرات كتيرة كان عندنا ناس مصابين في الناس ما جاتش معنا البطولة في الناس تصابت في جهة البطولة. فالموضوع ما كانش اسهل حاجة يعني بالنسبالنا. فعنا شايف له ده هو الموضوع كله احنا ما لعبناش احسن وهم تونس لعبوا احسن الماتش ده. وكسبوا. تمام. وحطرنا في دماغنا الموضوع يعني عشان كده عوضناها عطول بعديها يعني. تمام. ايه سر التفرق اللي بيشهدها المنتخب في جميع المراحل السنية في الفترة الحالية? اه التفرق دلوقتي في تغيير في السيستم كان كان فيه معين ماشي وبعد كده غيرنا السيستم ده. اه مدارب جيت ديز ده كابتن ديفيد اه الجيف الاول وكان غير السيستم تماما. اه. وبعد كده اه الاتحاد طبعا بصراحة يعني كان دلول مهم جدا. اه اللي هو يعني كان دائم مركز اللي هو كان شايف اللي احنا لقايبة كويسين بس محتاجين التغيير معين في حاجات معينة في السيستم في اللعب في كل حاجة اه اه احنا جلنا لوقتي اتنين مداربين كان ديفيد واللوقتي اه بروندو من احسن مداربينة العالم. اه بروندو هو يعني حتى السنة فاتخة احسن احسن مداربينة العالم. اه السيستم بتاعه عرف ازاي يمشي علينا تجروب. ودوقتي حصل النضج اللي كنت بكلمت في الاول نضج في اللعيبة. اللي هو الطفرة اللي عالي صغيرة ما بتقدرش اللي هم اه 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 وفي نفس الوقت كان فيه اندماج لاني اللوقتي انت ماشي على سيستم معين واللعيب الكبار بلوقتي موجودين مرحبين جدا بالاي لعيب صغير هيفيد من منتخب. احنا في الاخر في روحة عزين نكسب. اه انا شايف الحاجات دي كلها هي امور اه 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 خلتنا نوصل احنا موجودين دوقتي تقريبا هنوصل احسن من كده كمان. طبعا مع تغيير المنتاليتي بتاعة اللعب. بتاعة الحياة. اه الحياة الرياضية ازاي تعيش حياة اه كمحترف اه في نهانبول بس. فدي فرقة معنا كلنا تقريبا. اه. تمام. احنا خرجنا من رابع النهائي كاس العالم. وحصدنا رابع الاولمبياد. اه يعني شايف ان مصر واسع ايه عشان تحق اه مداليا تاريخية. انا شايف الموضوع كله هي ما حدش بينط مرة واحدة بقاش مسلا اه الترتاش واربعتاش ربع كيه يروح ياخد مداليا. الموضوع مش 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 اسهل حاجة يعني. ممكن انت ما شايف الموضوع قريب جدا وفي الاخر بتخسر. بس انت في نفس الوقت هو الخسارة دي انت برضو انت احسن من قبل كده. اه طبعا احنا كلنا عارفين مطش مصر وديرمارك اه يعني مطش ده هو صنف في الاتحاد الدولي اللي هو من احسن من مطشات اللي حسرت كاس علم. كاس علم. من الف اه تسعومات ستسعين. مطش احنا عملنا فيه كل حاجة. اه مطش خلنا احنا كل لعيبة خدنا عالي قوي. اه اه انت في منجوه المطش اه كسبان خسران اه مطرود منك ناس مطرود منهم ناس اه عملت يعني كل حاجة حسرت في المطش ده. كل حاجة حسرت في المطش ده. في الاخر انت خسرت يعني درباء الجزاء. موضوع يعني. كان فيه حظ شوية وفي نفس الوقت نحن نفسي نعمل حاجة يعني. وفي الاولمبياد انت لعبت مع فريق اه مع منتخب اسبانيا. هم 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 كسب بطولة اولوبا السعين اللي فاتت. فا عبتت بتلعب مع 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 بطل اولوبا. وكان عندك لصابات. موضوع وابرضو في المطش كان ماشي ايكوال يعتبر وفي اخر المطش اسبانيا كسبت. بتاع فريق شوية خبرات. بس انا شايف يعني ان شاء الله حديني هدفنا. احنا كان هدفنا نحن نخش المربع. اه في الاولمبياد. اه. وهدفنا نحن نكسب كمان مش مش بس نخش المربع. بس الوقت هدفنا بان احنا اخد مداليا ان شاء الله في في باريس. طيب هل تدريبك تحت لكالة المدارسة الاسبانية? اه افادك في برشونا? بعد ان تقلك لبرشونا? اه اكيد طبعا اه انت دايما اه الفرق فرق في اولوبا بتشوفك كلعيب بتشوفك لعيب كويس جدا عندك مرات عالية جدا لعيب اه ممكن تكون احسن كتير عندهم. بس هو الموضوع كل انت بنسبة لهم انت بيشوفوا طريقة لعبك انت بتلعبش بنفس السيستم بتاعهم. هو بيشوفوا طريقة لعبك ولا المنتلتي بقى. عشان انت بنشاهد كنت بتقولي المنتلتي. هي طبعا هي المنتلتي تختلف اللي انت بنسبة اولوبا بيقول احنا هنجيب لعيب مسلا من كرة تانية ومعندوش نفس اللغة وميعرفش اه هو ايه تقاليده ايه عاداته فالموضوع بيبقى فيه قلق شوية. اه. بس لان ما بتدي الموضوع يطلع وواحد يحترف اه. الموضوع كله انت سافير لبعدك في الاول في الزاخر. انت اهم الدنيا بدأت تطلع. يعني اهم اللي هيب بدأت تطلع تحترف. انت واحد في التانية. خلاص. بدأوا يفهموا. المنتلتي يعني قريبة جدا من من اوروبا والعادات والتقاريات وكل حاجة. هي طبعا بتفرق في حاجات كده معينة بس هم بيحترموها جدا. مم. وفي نفس الوقت انت فرقة لعبك برضو. هم برضو بيبصوا عطيلة لعبك لان اه. هم عارفين اللعيبة بافريقيا عندهم مهارات عالية جدا. بس همش عارفين ان مهارات دي هيعرفوا يدخلوها في السيستم. عشان ينفعوه. عشان ينفعوه. لان هو دايما بيبقى عندك لعبة اه جامدة جدا في المنتخب. مم. وبترعب حلو جدا في الماتش. وما بتكسبش الماتش. مم. اه. كل اللي انت اللي فرقة لدوهم بتلعب بسيستم واحد بس طول ما ماتش ماشي عليه. وانت بتلعب حلو قوي وحش قوي حلو قوي. اه. تهمنا السيستم ان هو ايه ازاي? هو موضوع كبير مش صغير هو. اه. السيستم ان انت يعني بتلعب بتلعب بطريقة لعب محدش يعني بيعمل حاجة من دماغه مرة واحدة كده. اه. كل الناس عارف انت هتعمل ايه في ايتك عارف انت هتعمل حاجة معاية بتعمل واحد اتنين ترتة. محدش بيحاول يعمل اربعة وخمسة يعني. ايه. هو حاجة معاية بتعملها بس يتفضل تعملها او تعملها لحد متتكنها وتمشي عليها ستين ديئة. ايه. ما تبقاش بترعب وحش او حلو. انت دائما ان المنتخبات الكبيرة بترعب ستين ديئة نفس المستوى. المنتخب المتوسط بيعب حلو قوي في الاول واكايب ينزل شوية وبيتلعش. هو ماشي على طول نفس الخط. هو ده اللي بيكسف الاخر يعني بيبقى اخطاع قلب. هو ده كان الفرق ما بيننا وما بين اي فرقة مثلا كبيرة في اوروبا. ودلوقتي الموضوع بقى رايب جدا يعني بالعكس احنا ممكن يكون احسن احنا دلوقتي احسن بكتير من الفرق في اوروبا يعني. لحقيق. طيب عايزين بقى كواليس انتقال لك نادي برشلونة. ازاي بقى لقت المفاوضات? وهل انت شايف المفاوضات برشلونة معاك كانت مفاجأة بالنسبة لك ولا كان الموضوع ازاي? والله اا يعني انا زي ما احنا اول كلمنا في السوبر جلوبا لعبت قدامهم كتير اا لعبت قدامهم اربع مرات. في في فترة يعني في اي مباراة انت لعبت قداما محد تتكلم معاك? لا موضوع مش انت تلعب قدام قدام فرقة مسلا كبيرة حلو قوي فتان يومي يكلموك ومش بيحصل كوا دايما على حسب احتاجاتهم هما. يعني هما المركز ده ناقيسهم ولا اا وبعد كده بيشوفوا مين الابت قدامهم بعد كده يحطوا اي بي. اا وعا كده يشوفوا يتكلموا معايا ويشوفوا الاتفاق وعا كده. تمام ازاي بدأت بقى المفاوضات. انا المفاوضات اا بدأت في شهر تلاتة. تمام. اا الناس تكلامت معي و اا و اا و انا كنت مراحب جدا من الفكرة اكيد كنت مبسوط اا الموضوع بردو انت رايح برشلونة مش رايح اا يعني مرح برشلونة يعني احسن نادي في العالم. واكون نادي في العالم وهو ع الورق و ع الحقيقة هو هو اقوى نادي في العالم لان انت البطولة ايسان اللي فاتت برشلونة لعب تمامين وستين ماتش في الموسم كسب تمامين وستين ماتش ما خسرش ولا ماتش. زبط. فاا وكسب كل البطولات. اا اا اكيد كنت مبسوط اا وكان فيه تفاهم وكان فيه كل حاجة. وبعد كده اا لما رئيس نادي اتغير. اا. فالجهاز كله اتغير. و اا و اا و اا و رئيس اا يعني رئيس الجهاز كان هو لما رئيس نادي نفسه اتغير واجي الابورتا اا فكل اجهاز اتغيرت. عربيات. فا اا هم هتكلموني انو احنا عاسمين جدا احنا دوات احنا مش عموودين السنة الجاية واشعرف ايه الكلام ده كله. اا شهر تلاتة. شهر تلاتة او. اا فقلت خلاص يعني هعمل ايه يعني مشكلة بالنسبالي. طبعا. و كنت مكمل عادي. وبعد كده في شهر اربعة الجهاز الجديد اللي هو كان نسا يستلم في شهر تمانية. اا اتكلموني تاني برضو الجهاز الجديد و اا و كانوا نفس العرض نفس كل حاجة. اا اا و قدت موافق و روحت. بس. كان بالنسبالك الموضوع مفاجأة بالنسبالك ولا كان الموضوع ازاي? لا اكيد خدت مبسوط زي اي حد اكيد هيبقى مبسوط. اا بس اا هو يعني هو مفاجأة و في نفس الوقت اا انت انت بتتوقع حاجات زي كده مسلا اا هو مش مش غرور بس اا انت شايف بقت ان انت اا اكيد المنتخب لي دور مهم جدا في الموضوع ده. اا انت بتلعب بتلعب كاس عائلة و بتلعب اا في اولمبياد وبتبقى بتبقى قريب جدا من الفرق الكبيرة. فاكيد هو ما بيشوفوا الموضوع ده وبتلعب بنفس سيستم اا بتاعهم. اكيد هو ما بيشوفوا الموضوع ده وبيشوفوا ايه الحاجة اللي نقصاهم و عاوزين يكملوها بواحد موجود برا وبس هو ده اللي حصل معي اكيد كنت موصود واكيد اا خليت السكرة تبقى اكتر بنسبالي و اا واسه. تمام. احكينا على حياتك بقى في اا برشلونة في المدينة نفسها. وايه اكتر التحديات اللي وجدتك اا في برشلونة? هو اكيد اا اا برشلونة كمدينة هي بنسبالي اطبع من احسن مدن في العالم اا اا وفي اوروبا انا اصلا اما كنت برعب مع الشرقه و كنت عارب قبل كده في عنديها تانية كنت معي اعطول اصلا يعني اي اجازة كنت رح برشلونة. تمام. اوه يعني يعني عطول كنت هناك فالنسبالي انا بحب جدا المدينة بكل تفاصيلها. اا الحاجات الصعبة لنتواجه الانتر ازاي تتأقلم مع فرقة اا مستوى عالي. و اا و انا كمان كنت رايح لهم بعد اولمبياد ايدي كانت مكسورة. مكسورة اه. فالموضوع ما كانتش اسهل حاجة. اه. يعني وايدي اليمين اللي باشد بيا بان بيا كل حاجة فالموضوع كان اسعب حاجة. اه. اللي انا عادت معه مسلا تقريبا شهر اا من غير ايدي و ما اعملش اي حاجة بايدي. اه. فعشان تأطلم مع فرقة كبيرة وانت مصاب و لسه هترجع تأهيل و لسه عشان تبقى مية في مية سليم. الموضوع كان صعب جدا بالنسبة لي يعني. انا كنت دايما بتروح باشرونه هل كنت بتروح تتفرج على ماتشاط هناك ليهم ولا? اه كنت راح اتفرج على ماتشاط و انا بحب الجو هناك والبحر و كل حاجة هناك الجو حلو قوي والناس اه فرندلي قوي و كنت باخد دايما العيلة وبنبوح و كنت مبسوطين هناك يعني. تمام. هل في اي تعامل حصل بينك وبين لعبة كرة القدم? اه لا ما حصلش اي اه تعامل احنا بس يعني بقى الموضوع سعب ببقى فيه ايفنتات كده و بنشوفهم سلام عليهم بس تتعامل شخصي ما حصلش اي اه الاجواء داخل النادي كتت عاملت ازاي بعد راحيل مسي والازمات اللي عاشها النادي. والله بص هو هو برشنونه من من فرق اه اللي 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 هو برضو بيتكلمه اللي هما نادي برشنونه اللي هو يعني اكيد يعني اه طبعا اكيد زعلانين واكيد هما شايفين لده طبعا لعيب زي داي بقى مش موجود في النادي اناش كلها زعلانينة بس نفس الوقت هما بيقولوا اللي هو برشنونه والموضوع مش هيوقف على واحد على عيب واحد بس وشايف اللي هما بيحاول هو يتاقلمه دلوقتي و بيحاوله يحضره فريق للسانوات الجاية يعني عقدك بينتهي بنهاية الموسم الحالي هل في حد تتكلم معاكل انت تجدد ولا انا عندي العاد هيحصل الكلام ده في شهرة ثلاثة ان شاء الله مش قبل شهرة ثلاثة يبتدي تفعوضات تانية سنة بلا سنة وتفعوضات تانية من ناحية النادي من ناحيتي و من ناحية ايجنت بتاعي ان شاء الله يعني الموضوع يعني لسه ما نعرفش فان شاء الله هنعرفش على ثلاثة تمام كاس العامل اخيرة اقومت في ظروف مختلفة لاكت الفقاعات طبية ازاي اتغلبتم على ده وظهرتم بشكل مميز اه اه اولا هو تنظيم كاس عامل اه يعني من احسن اه مش خطر يتلعب في مصر بس وفعا اه انا لعبت حوالي اه خمسة كاس عالم اه ده من احسن تنظيمات اللي انا في حياتي في كاس عالم اه التنظيم و حفل الافتاح و ارعة الارعة عملت عند الاهرامات كانت اه حاجة مش اه مش طبيعية اه كانت تنظيمة على اعلى مستوى اه ما اعتقدش اللي فيه اي مشاكل حصلت في التنظيم اه معنا الموضوع الفقاعي انا طبعا احنا من اول الدول اللي عملنا الموضوع ده في طولة طولة ده و احنا من اول الدول اللي عملنا بتطولة كاس عالم في التوقيت في التوقيت ده اه فوقت الكورونا و كانت ناكحة مية في مية هو الموضوع كله بس الجمهير يعني اه يعني هو لو كان في جمهير و انا عارف الموضوع كان صعب كان هيبقى هيفري معنا احنا طبعا كان منتخب وهيخلي بطولة شكلها احسن كمان احنا ما كناش مناش مصدقين نفسيا احنا ممكن نكسب الدين و راك them are والله لا احنا كننا محدMBين match كويس جدا و اللي عينا وضوهم كتير قبل كده وكذبين خاسرنين كسبين خاسرنين وحاولنا عالا عدنا ناقدر بنقالل اخطارنا بس ها هو موضوع كله يعني اشوا قی Ta Alabama احنا طولة ماتش مصدقيني احنا نكسب عشان كده احنا كنا مسكين في ماتش كله احنا مسكين فيه لحد ااخذ باحثة بس في الجيل حال يتفوق على جيل 2001. والله هو كل جيل وقته اه اه انا شايف اه يعني الجيل اله 2001 اه كان اه يعتبر الجيل الذهبي بتاع بتاع التوقيت ده و اه كان ما بينه و بين منتخابات اوروبا كلها كانت قريبة جدا ببنى. وفي الوقت الجيل الموجود ده برضو انا اعتبر انه هو جيل ذهبي وبينه بين منتخابات اوروبا نفس المستوي يعتبر ما اشك الله هو الملعب. فهو كل جيل وليه توقيته يعني. ام. انت دار لان الهندبول 2001 مكانش زي دلوقتي. وبردو اللعيبة بنش زي دلوقتي. فبس اللعيبة كانت موجودة في 2001 مقانونة من مستوى منتخابات اوروبا كانت قريبة جدا كان نفس اللي بيحصل دلوقتي يعني. لو كنت تتمنى لحد من الجيل الذهبي في 2001 يكون معاكم موجود دلوقتي. تتمنى مين? اختارة صعب جدا لان هما يعني. كل واحد وليه توقيته وليه قوته. اه. يعني اتمنى ان هما كلهم يموجودين بس يعني اتمنى مين اه. الجيل الدهبي دلوقتي لو سألت اتمنى مين من الجيل اللي موجود دلوقتي. اه. مش اسها الحاجة والله يا السؤال ده لاني في ناس كتير قوي يعني. اه. انا مش عادة اقول اسم واحد باني. حزن من ناس تانية كتير قوي بس رواحة. اه. بس. عايزنا اقول اسم برضو واحد. انا نسعب او ايس. انا نختار احد تتمنى تتمنى يعني. لا في ناس كتير قوي في ناس كتير قوي كانت اه. كانت جالك اه. اه كل الناس اللي كانت موجودين في جيل اه. اه. دلوقتي في ناس جابدين برضو اتناس مركزهم. اه. بالموضوع مش اسعل حاجة فهمه. كده اقول السبعة كلهم والسبعة اللي هنا برضو. طيب. اتصابت بخالقة في الاصبع. ولعبتوا قدام مسلوبانيا رغم الاصابة. ازاي تحملت على الاصابة دي. اما اخفتش من المضعفات. لان كنا بنتكلم ان انت رايح برشلونا او. ده في كاس عالم اه لا هو طبعا اه الموضوع بتبقى انت انت دخلت في موت بطولة معين. اه. فانت ما بش شايف اي حاجة بعد المطش الاخير. يعني انت كل اللي شايفه جوه البطولة. ما اعتقدش اللي عندنا واحد في الفرقة بيفكر هيعمل ايه بعد البطولة يعني اه. بتتعمل كل حاجة عشان بس جوه البطولة حاليا. اه. وبعد كده من بطولة تخلص بتشوف بقى تعمل ايه. لان انت دخلت كل الموت بتاعك وكل تركيزك وكل تفكيرك. وكل حاجة جوه البطولة بس مفيش حاجة بعادية. فما حدش فينا مسلا عنده مسلا حاجة. اه فيقولك لا تلعب بكرة فلو رايبتوك مش تلعب يعني معرفش. بس كمان خلا في الصباح. انا انا عندي عشرة في منهم مسلا ستة ادخلوا عبر كده. ستة? ستة مسلا تقريبا. اه. هو صباح هو اللي هو. اه. فهو الموضوع يعني بالنسبة لنا. يعني اهم حاجة تلعب وتشير الفرقة. هو والله هو مش موضوع اللي هو يعني بتنتحر بقى والحاجات دي واللي هو مقاطر وكلام دلعب وبش كده. هو حاجة ممكن تعال شوية من كفاعتك في اللعب بس مش هتأثر او مش لو ما اصر يعني مش تأثر على الفرقة بسل بحاجة سلبية. فهتلع بعيد يعني. طيام. هنرجع لكاس العام للاندية. اللي هي الاخيرة. اول ماتش كان ضد الزمالك. حكينا كواليس الملعب. خصوصا ان اغلبهم لعبة منتخب مصر انت كنت بتلعب معهم. هو مش عصر الحاجة او كان بي حاجة حلوة عجبيني الفريق دي باشرونة. اه اعمل حساب كبير جدا اه اه لناس الزمالك وفي نفس الوقت كان عام حساب هي لعب الاهلي ولا الزمالك. يعني الناس كلها كنتم تابع الماتش اه 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 اما كان الاهلي زمالك بلعبه عشان يشوف مين اه 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 باشرونة. بزبط. دي فريق كلها كان بتابع الماتش. وفريق كلها كتعارفة لو لعبت الاهلي او الزمالك. اه اه اللي اتنين مستوى هم متقرب مع بعض. فبالنسبة لها يا ماتش جاملت بنزول باشرونة. اه. فا دي حركة ببستوان لنا اللي انا عجب معاهم وشايف اللي بيعملوه وشايف اللي هم تركبات للماتش اه ميجي لعبو ضدنا برضو. اه كنتم مبسوط جدا. اه طبعا ماتش طبعا حدرنا الماتش كويس جدا. عالفنا ايه نوعات القبة بتاعة زمالك وايه نوعات الضعف بتاعتهم. اه اكيد هم الموضوع بالنزلية ما كانش شاهل يعني ان يعني لس اول سيزن الماعي مع باشرونة واول ماتش جوا بطولة تلعبه مع فرقة في مصر. مصر. وفرقة كلها يعني يعني معي في المنتخب. فالموضوع مش اسهل حاجة. الحمد لله يعني في الاخرى احنا نكسب الماتش. وابس. اه في الداية الماتش كانت زي مالك فرق ستة. خمسة. خمسة. طب انت حسيت انه ممكن برشونا يخسر? اه بص بقى هو الموضوع برضو ايه ادي حاجة من الحاجات الواحد حسها لما لاب مع فريق زي ده. والثقة بتاعة اللعبة تاعة برشونا ثقة عالية جدا. مم. كمش بتخيلها هم ازاي بيفكروا ازاي. واسكين في نفسهم ازاي قادرين ان هم الثقة دي ما ما تتقلبش تبقى غرور. لا اهو ثقة اللي هو بيلعب بثقة وعارف اللي هو هيرجع للماتش وهيكسب الماتش. وانا كمان معاهم اه عارفين ان احنا احنا ماشيين على نظام معين هنلعب عليه. وهو ده اللي هيكسب. بس عشان كده حصله كسب. تمام. توقع ايه مصر اا من دلوقتي ا Lycheين ور بعد وعشرين في ك大 VER في كاس عالم وفيه بثلتون افراج ايه. احنا دايمة بنفكر في كل حاجة في وقتها يعني 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 احنا دوقتي مثلا حجبنا ناحدد انا نكسب وتوات افراج ايه اللي هي اه اتأجلت دلوقتي. اا ان شاء الله نكسب وتوات افراج اللي جاية. اا ان شاء الله في كاس عالم على حسب طبعا الاورعة وعلى حسب اا اا الفوروتا بتاعت المنتخب التوقيت ده يعني화� a هنعمل حاجة احسن من احنا عملناها قبل كده بس لسي مش عارفين مش حاجة واضحة قدامنا ما عارفش عن لعب مين واذا هيحسب الكلام كله تفرق على حسب ترتيبك في افريقيا هو الكلام ده ايه سبب تفوق الزمالك في اخر خمس سنين هو مش خمس سنين ده هي زمالك بس اللي بيكسب يعني لا فيما تشبر اهلي بيكسبها ودهت الاهلي بيبني فريق جديد معظمه وناشيين الشباب اه طبيعيا انت تبقى فترة كده بتبني فريق جديد ف المستني الفترة الجاية تبقى احسن ومضوات القادمة عالية طالعه ومستحوق احسن وذزا مالك كان في الطوبر前 ربتي بيبني فرق وزا ما عاهدっちゃوا برده الاهلي كان في طويبر وزوما الى موضوع من هنا توقيت والماتش نفسه وخبرات الاماتش واااا وأجواه الماتش وماتشط العليا لديه الماتش ماتش يعني لهم شفتوا منهم ما هو اه زمائك كاسبان طول الماتش ومسايطر أو الأهل كاسبان طول الماتش ومسايطر دائم ماتش بيعطف وفرق الخبرة في الآخر هو اللي يعثر ماتش وفرق الناس اللي عندها عدوء عصاب أكتر هم اللي بعرفوا كسبو الماتش يعني مشاهف حد متفاكع يعني اه طبعا يعني يعني مثلا متش السوبر زمان يتكسب بس كسب في آخر لحظة يعني آخر ثاني يعني هل بالفعل كان خلال الفترة اللي فاتتوا انت بشرنا كنت ممكن تيجي لأهلي؟ أنا طرعاً مرحب بالأهلي دايماً يعني لما مثلاً عادي بي خاص مع فرقة يعني دايماً مرحب بالأهلي وهي بتوقع الظروف وبتوقع التوقيت وبتوقع على حسب احتاجي لأهلي مين والكلام ده هو اللي بيفرق فأنا دايماً أهلي يفتح له بابي على طول وأكيد ده شرف لأي وحد اللي هو يلعب في الأهلي مiversي خلقتون Olivier فا meningيها لأهلي ومي wheelrodش مع فرقة تاني وما يتخيلش نفسي بلعب مع فرقة تانية عند مسجل للأهلي طب لو عارض عليك الزمالك والأهلي في نفس الوقت ما عارضوش تروح الزمالك؟ هذا الموضوع صعب جداً أكيد انت أنا بي� deserving من الأهلي وشاف نفسك لأنها علعبة في الأهل طبعاً مع كالما احترام من الزمالك أنا يعني بحترم من الزمالك جداً وبقدروا جداً وشايف اللي هو يعني الناس مفتنين جداً من كرة اليد بس انت لو قلت لحنا اللي أحمر بتعبح الأهلي ولحنا برضو بيحترم الأهلي جداً ومتأكد اللي هو بيقدروا جداً وشايف فريق بير في كل حاجة والكلام ده بس مش هيروح موضوع كده بقى فيه لعيبة كده معينة يبقى الموضوع خلصان خلاص في حتة واحدة يعني كنت سعيد جداً يا كابتن بالحوار معاك وانا يكون يعني حد مصري وبيلعب في نيدي بشرونة فده شرف لنا ونتمنى لك طبعاً التوفيق دايماً ودايماً مشرفنا ومنورنا في موقع في الجول وبوجود هنا موجودين طبعاً في فود جينكس أنا أسعد بيك والله يا حامد وأسعد في الجول على اليوم الجميل ده وإن شاء الله يعني إياجي بالناس وأنا وبسوط فعلاً أننا كنت موجود النهار داًا